طيب هنبتل بنتكلم كده مسلس بقى كده في المطلق لو قلنا في الحياة العملية في هنقول داخل مكان مقفول محل مطعم بار اي حاجة من الحاجات دي بتتحكي مكان زحمة وانت قريب جدا من الواقف جنبك وتحطيت في موقف حد بيعكس مراتك حد بيغلس عليك واحد شارك مفتكر نفسه سوبرمان تحطيت في موقف او حتى انت هو الخدر المبادرة بالاعتداء من كل اللي احنا كلمنا عليه في الحياة الديقة انا لعبة او فن قتالي من اللي كلمنا عليه هو الافضل والاكثر كفاءة ومؤسر في الحاجة الحاجة الدقيقة لو اخترت حاجة اني لا اني حاجة وانت لاذ بنتتحكي انه في حاجة انه وانتوا بكارين منها الحاجة المعرفش لا 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 لأ ولاش تتعمل ايه انا بقول ايه اللي تستعمله ايه لو انت عنت يعني متعدد الالعاب او مثلا انا هستعمل البوكس هتقوم نايم انت على ترخ مش المسرع لا لا مش المسرع هستعمل كنتش متوقع الرد انا عارف البوكس وحنا في مكان مثلا زي بنت بتقول في اسنصير وقفين وفي مشكلة حصلت وموقف تحطيت فيه فانا لازم ارد رد سريع فانسب رد لو مش هاخد وقت لو انت هتنام لحد بقى من الاسنصير يفتح او مصيبة تشيلك او ايه حاجة خلاص لا ما مصيبة شاريتني خلاص خلاص او بعدين بقى مش هنقوم بقى انفرد بعض وامسكك وتمسكني مفيش مجال الكلام ده هو انت تبقى حاطة الهدف قدامك وحده وخلاص ومفيش بقى كلام كتير هو مايفوق بقى ولا يقوم ويبقى يشوف اهله فين ولا حد يروحه ام تعور يعني زيزو انا بشوف الموضوع ده كذا طريقة انا مقترع انا اه ده جيتسو اكتر حاجة يعني بحبها وبالعبها بس لازم يبقى معها حاجات تانية يعني زي ما حمدي قال هو مصارع بس هيستعمل بوكس ليه عشان الموقف ده عشان السيتيواشن اللي هو فيها ممكن في نفس الموقف ده يحتاج المصارع بس على حسب ري اكشن اللي قدامه ممكن مارربش منه امتلك هو ابقصه لو موقف معين لو موقف مختلف انا مش محتاج ان انا اقزل قدامي ده محتاج بس ابعيده عني اه مثلا او محتاج مثلا اتنين بيتخلقوا قدامي ولا حاجة او مش معي مسكلا مش معي شخصيا لو اتنين مسكلا اه حتى مصارع اه امسكه واشيره وابعيده بطريقة معينة بحيس ان هو يعني افصلهم عن بعض انما لو مشكلة شخصية معينة في مكان صغير زي ما انت بتقول مسلا خلص عوض اه مكان صغير زي قرى الارضية مثلا لا والله لو احنا فعلا في مشكلة زي ما انت بتقول احد دواء في مكان مسلا حد اكس مراتي او سكران حط ايده ما حصلت وتعملت اه مفيش يعني انت لطيف والحياة ده والوش الوش اللي بيحمر ده كله في اللي احنا زراف لا والله بس فعلا ان انا مكنتش غلطان انا كنت بل فاهم بقولك واحنا زراف يعني دنيا ظريفة لكن لو حد في اي اعتداء انت تتخول الى يعني هو اللي بيسأل على الموضوع ده فانت خلاص ما افتوح لك بقى تعمل اللي انت يعني هو كده كده دايما برضو حتة الهدوء دي هتلاقي ان انت دايما بتفتكر يعني الناس دايما بتفتكر اللي هو ده اللي معندوش يعني علم قوي اقولك ده بيرعمل مشوراتز بقى ده عنيف ده ده عايز يتخنق مع اي حد عايز يزبط نفسه هو بالعكس انا مش عايز يزبط نفسي مع اي حد اي حد بيحاول يزبط نفسه اه ودي حاجة اللي هو افتكرة يعني انت عايز تفتكر كده تمام فيش مشكلة عشان هو عارف كويس انت عارف كويس انت ايه اللي ممكن تعمله عملت كده مليون الف مرة قبل كده في الاكاديمي ومع اوزاء مختلفة ومع تايبس مختلفة فقدر تعدي الموقف ده من غير ما انت حيش نجلس ده ده دي اصلا بس لو خلاص حط زرقك فكورنرباخة حطي ايده عليك انت اذا حصلت معي وبالك ونقفين بنتكلم مع صعب الشغل وبتكلم معي فانا لمحت ان في ايد جاية يعني ده بس ان عملت كده مشكلة في المكان وكده وبتكلم مع صعب المحل وميديله جنبي فلمحت ان ايده يا دوب بس انا نزلت كده كان بيحطها عليك لا كان بيدرب كان بيدربني اه كان بداية المشكلة كان بيدربني على وشي هنا فانا يا دوب لمحت بس نزلت تحت شوية متجاية هنا فرد فعلي طبيعي انا مع جسم والله ما خدت بالي انا رد فعلي طبيعي رادد على دول على طول اه موقع بقى ورجليك كسرت وفاقة الزاكرة حتى في قانون دفاع النفس اه طبنجة من اغرب ما يمكن لو انت مرخص مسدس لو دخل عليك حرامي في البيت انت من حقك بقانون تضربه بالنار خلاص او لكن القانون بيقولك انك لا ترد للتهديد الا بتهديد اه مماثل يعني لو مع عصايا طلع عصايا لو مع سكين اه ماشي معك دولاب معك يا رئيس طلع شانت تسلح عنديش ممكن تقرر بتغير السلح يعني علش ثم لو معاه مسدس انت هتضربه تضربه في الجنة بقى لا يريد اضربه ولا في الجنة يريد بقى لو معك هو مسدس تطلع انت مسدس تضرب طلقه في الهوى اه خلاص لم يرتدع تضربه في رجله لم يرتدع اضربه بقى في قلب هو اصلا يبقى حرامي فرغ المشت كله فيه عادي جدا يعني قانون قانون فيه بيهربوا اقول ده ليه فالدول اللي كانت المفروض متعددة معاملة فيها ديمقراطية وعن في بأسات فلسطين شفنا ديكتورية شباح بتاع اي بلد اللي يعني يعيرونا بيها دي انك القانونية فيه سجن يعني اي خناء هي انت اول حاجة بتفكر انت حياتك ممكن تتغير بسبب خناء فلكن الراجل بتوع الاكسبر بتوع سلف ديفنس بيقول لك لو متزنقت خالص تعمل ايه لكن لو عندك مجال الهروب الهروب لا حاجة بسيط اوي انه انا انت معاك مليون لعب بسيط بس بتعرفش ابعاد اللي الموضوع هيوصل لجه اللي قدامك ده معا مطوع معا مسدس انت ممكن حياتك تنقذ لو ما اتخدهاش بصفة شخصية انا بعتبر مثل نتيزو الفرق بين ان انا اتعامل لما حد ولا لا هو يعرفني قصيد ننا ولا انا من شخص عابر بالنسبة له وانما اقول انا شخص عابر بالنسبة له انا لو مشيت انا مش هشوفه تاني خالص انا مستعد بتحمل الاساء وامشي لان هو مش قصيد وهو مش هتطلع لهو بره طريقي لكن لهو عارف انا عارف لو مصمم لو مصمم خلاص حصلت قبل كده ان دخلوا في حيو خلقات في بورور اللي بتاعوا اتضربوا بالنار يعني فدي مش هتعرف ازاي ممكن تأفويد بس لو لو خلاص المواقف حصل وانت في كورنر ولازم تتعامل حالا هتطلع كل حيو هتبقى ان شاء الله يطلع مش شايف يعني هتطلع كل حاجة عند بس لازم ده يبقى دي تبقى اللي عنده هيبقى نفسه ما شفتهاش والعادي بتاعه انه هيتجنب الى لكون مضطر اه لازم تبقى خلاص ولازم برضو يبقى عنده التلات حاجات النوع من حتى لو انت انت لازم تعرف توقع ولازم يبقى عندك شوية انت بيور جيجيتسو لازم يبقى عندك ديستنس بعيدة تعرف تلعب سنة سنتين لكن ان انت بس بتاع جيجيتسو بس لو انت بس بتاع الجيجيتسو وانا ما عرفتش اوقعك والتانية ده خل بيلوش وانت مش عارفت تبروتكت وعارفت وعارفت شوية بايزكس سترايكينج جيجيتسو مش هينفعك لكن الجيجيتسو هينفعك لو انت على اقل عرفت بلوك وعندك تيكداون واحدة ده بلاجم وصرعة تنزله على الارض ومش هتستعمل بقى كل الحاجات الفانسي اللي في الجيجيتسو بايزكس تثبته ممكن بقى حاجات امامي ارمبار حاجات بايزكس يعني فيه ناس كتير برضو اللي بيبقوا ما عادوش كتير اوي في الجيجيتسو بيجي بص علي احنا التكنيكس اللي من اديها الحاجات الفاري كومبليكيتد واجي من هنا واتش اقلب وامسك رجله وقلبه انا هستعملها ازاي في الشارع دي 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 وفي بقى يعني حاجة باري اه الحاجات اللي برضو مستغربها ان اعكس بالناس فاكرة ان انا لو عارف ان حمدي يو اف سي فايتر وزنة قيل وكسبان اول ست المتشاط محترفين موقع الستة وانا عارفك وقابلتك بالصدفة في مطعم ومطعم وفي بار وخات درينكين ملاش الناس مش فاهمة الفاكرة انه الناس بتتجنب لا الناس هتختبر نفسها يعني الجرأة اللي هتجي لهم من الوهم الكحول ده حيروح يفتع الخراء معيك وبعدين هو يفتع الخراء معيك لو ضرب هلازم يضرب يعني لو ضربوا صاعد بقى بحبتها تانية فهي مش ممكن تجلب معرفة مع الناس الغباي أو الناس التويستد أو مخهم فيه حاجة ممكن يساعد العداء يجربك ويصمم كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر